في البداية طبعا كذب المنجمون ولو صدفوا وحب أقول طبعا وإحنا كلنا عارفين أن الغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل لكن هنشوف العرافة ليلة عبداللطيف وميشيل حايك بيسعقوا الجميع بتوقعات يعني غير متوقعة وقالت انتظروا الكارثة في بداية نوفمبر تصدر الفلاكيين ميشيل حايك وليلة عبداللطيف التريند مجددا بعد تنبؤاتهم بتنبؤات جديدة وكشفهم سلسل توقعات جديدة أثرت قلق الجميع خصوصا بعد أن تحققت عدد من توقعاتهم السابقة فالعالم الفلاكي اللبناني ميشيل حايك الملقب بسايدة توقعات توقع حدوث حدث مزلزل في بلد عربي لكن موضحش إيه هو الحدث ده وتوقع حايك أن الزلزل في المنطقة تستمر وأن المنطقة تشهد زلزل في البر والبحر لا تجبه ما سبقها ولفت إلا أن كوكب الأرض يشهد زواهر غريبة وشتا لم يسبق له مسيل وفيضانات وتساقط أجسام السماء وكأن الكوكب يخلق من جديد على حد تعبيره من جهتها توقعات ليلة عبداللطيف في لقاء ببرنامج كتاب الشهر على قناة الجديد أن فرنسا تعلن حالة التوارق في باريس لحدث مؤسف ومقتل ملياردير بارز ومعروف عالميا في ظروف غمضة بما يؤدي لحدوث بلبلة في العالم وتفجير أحد مستشفيات العالم توقعات العرافة الشهيرة حدوث الزلزل المرعب في أمريكا وسيكون أكبر كارثة تضربها وسيسبب الكسر من الضحايا والدمار